الحقيقة عايزة أتكلم مع حضراتكم النهاردة في موضوع مهم جدا العنوان الرئيسي لهذا الموضوع هو عظمة النادي الأهلي والعالمية اللي فيها النادي الأهلي وفرق النادي الأهلي في العديد من الألعاب وفي كل الألعاب الحقيقة أو في معظم الألعاب الجماعية أوضح لحضراتكم أنه ليه بقول هذا الكلام بكرا إن شاء الله فريق كرة السلة هيبدأ أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتستضفها سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجال رجال جوستي بوش المدير الفني لفريق السلة عندهم واجهة قوية جدا بكرا الساعة 7 بتوقيت سنغافورة ده الساعة 2 بتوقيت 2 ظهرا بتوقيت القاهرة النادي الأهلي حيلعب فريق أحد إجنايت الأمريكي النهاردة كان ممكن جدا أو النهاردة أقيمت جلسة تصوير في شوارع سنغافورة بمشاركة كبات الفرق الستة المشاركة في هذه البطولة وهي الأهلي وإجنايت الأمريكي والمنام البحريني وبون الألماني وجولدن بولز الصيني وفرانكا البرازيلي بعثة النادي الأهلي في سنغافورة تضم كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة وأجوستي بوش مديرا فنيا وطبعا بقية اللاعبين ده هاخدني عشان أدخل في عمق الموضوع مباشرة ليه الأهلي دايما بيدعونا للفخر الأهلي دايما هذه الكلمة بالنسبة لنا هي كلمة رائعة والفخر ده مش كلمة وخلاص ولكن هي كلمة بالأدلة والبراهين والتاريخ لا يجذب وكل شيء مضبط بما لا يدع مجال للشك الأهلي يا سادة هو الفريق الوحيد في هذا الموسم اللي عنده تلت فرق بتشارك في كأس العالم للأندية سواء كرة السلة كرة القدم في السعودية إن شاء الله كرة السلة في سنغافورة زي ما حضراتكم عارفينه زي ما سمعته هتبدأ بكرة وكرة القدم في السعودية أيضا كرة اليد في السعودية كمان النادي الأهلي هو الفريق الوحيد في العالم لكل الفرق الجمعية اللي عنده شاركت في كأس العالم للأندية لأن كرة طائرة كمان شاركت في كأس العالم للأندية ثلاث مرات أخرهم كان في 2015 البطولة اللي أقيمت في البرازيل لو تتذكروا وبكده يكون النادي الأهلي نادي الوحيد على مستوى العالم اللي أربع فرق جماعية شاركت في كأس العالم للأندية عشان كده بقول لحضراتكم عنواننا النهاردة النادي الأهلي المصري بصبغة عالمية وظاهرة يستحق الوقوف أمامها وإنجازات النادي الأهلي تستحق الدراسة لكل ما فيها من نجاحات وأرقام قياسية النادي الأهلي دايما متواجد مع الكبار ودايما في منطقة أخرى مع الأندية العالمية كل الأندية العالمية والأندية الأوروبية بتتكلم أو يعني عارفين أن النادي الأهلي يعتبر من الأندية الكبيرة في مصر ولسه عندنا هنا يعني ناس بتقلل من قيمة النادي الأهلي وتستخف بعقول المشاهدين لأهواء ومصالح شخصية زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي الساعة تقريبا هنا عشرة وخمسة في سنغافورة أعتقد الساعة خمسة الفجر أو أربعة الفجر زي ما قالوا لي خمسة الفجر زي ما بيقولوا لي وبالتالي يعني حاولنا أو حنحاول كنا حنحاول نجيب أي حد من البعثة ولكن للأسف الشديد كل البعثة نايمة الحقيقة فبكرة الصبح إن شاء الله تتطمنوا عليهم في برامج قناة النادي الأهلي طوال النهار غدا إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لعبتنا في كرة السلة كل التوفيق لأوجستي بوش في هذه المباريات الحقيقة لأنا متأكد إن شاء الله أن كل هذه المباريات ستكون إن شاء الله تعود باستفادة كبيرة جدا جدا لكرة السلة المصرية والنادي الأهلي